أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعين ضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة وبحسب المرسوم يعين على ملاك القيادة العامة لشرطة الشارقة 42 ضابطا برتبهم العسكرية الحالية مما كانوا على الملاك الاتحادي لوزارة الداخلية وذلك اعتبارا من الأول من يونيو 2024